بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد أسباب إصفرار أوراق النبات الحلقة ده يا جماعة من الحلقات المهمة جداً اللي تفرق مع حضرتك كتير جداً مع أي نوع من أنواع النباتات اللي حضرتك بتزرعها سواء كانت أشجار فاكهة نباتات طبية وعطرية نباتات زينة محاصيل خضر محاصيل حقلية أي نوع من أنواع النباتات يا جماعة كل الكلام اللي هنتكلمه النهاردة ينطبق على النبات اللي موجود عند حضرتك إيه هي أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى إصفرار عام للأوراق أو إصفرار عام للنبات اللي موجود عند حضرتك عندنا سببين مهمين جداً يا جماعة لازم نحطهم في الاعتبار السبب الأول يا جماعة والسبب المهم وهو السبب الفيسيولوجي أو أسباب فيسيولوجية رقم اتنين أسباب مرضية بالنسبة للأسباب الفيسيولوجية يا جماعة عندنا تلات عوامل مهمة جداً تؤدي إلى إصفرار النبات اللي موجود عند حضرتك العامل المهم والعامل الأساسي وهو إيه نقص التغذية وخاصة عدة عناصر هامة اللي هو إيه عنصر النيتروجين عنصر الحديد عنصر الماغنيسيوم عنصر الكابريد أربع عناصر مهمين جداً يؤدوا إلى إصفرار عام للنبات في كل منطقة من مناطق النبات وشرحنا قبل كده نقص العناصر الغذائية كاملة على النبات وفي كل جزء من أجزاء النبات يبقى مهم قوي أنك انت تركز على الأربع عناصر دول إضافة طبعاً يا جماعة إلى باقي العناصر أخرى ولكن دول أهم العناصر الغذائية اللي بتؤدي إلى إصفرار النبات ده كان العامل الأول من ضمن العوامل الفيسيولوجية رقم اتنين زيادة الرطوبة الأرضية حضرتك مثلاً لما بتيجي تروي أي نوع من أنواع النباتات وتزود المياه خاصة يا جماعة الناس اللي بتروي بالغمر ويزود المياه بكمية كبيرة جيتاني يوم راي أو تلت يوم راي يلاقي النبات حالل منه أو لونه أصفر تماماً ليه حضرتك غسلت كل العناصر الغذائية اللي موجودة في الطربة حوالي منطقة الجدور فهنا النبات بيبدأ يفقد كمية كبيرة من العناصر اللي موجودة في الطربة وما ندوش كمية كافية من العناصر اللي هو ياخدها ويشتغل بيها ويكمل بيها العمليات الحيوية بتاعته فهتلاقي النبات يبدأ يحل منك أو لونه يبدأ يصفر رقم ثلاثة يا جماعة والعامل المهم اللي بيؤدي إلى إصفرار النبات زيادة ملوحة الطربة يعني ممكن حضرتك تكون بتسمت بشكل كويس ولكن الملوحة اللي عندك عالية فالجزور مش قادرة تقوم بعملها الرئيسي وهو امتصاص العناصر الغذائية ونقلها إلى العوعية أو إلى أنسجة الإصاق ومنها إلى الأوراق وبعد كده يبدأ النبات يعمل العمليات الحيوية بتاعته فهنا النبات مش قادر ياخد العناصر الغذائية اللي موجودة في الطربة أو العناصر الغذائية اللي حضرتك بالضفاره يبقى الثلاث أسباب دول يا جماعة مهمين جداً ودول الأسباب الفيسولوجية رقم واحد تغذية النبات رقم اثنين زيارة الرطوبة الأرضية رقم ثلاثة زيارة ملوحة الطربة السببين الآخرين يا جماعة اللي هو زيارة ملوحة الطربة وزيارة الرطوبة الأرضية ممكن يدخلك في مشاكل كبيرة جداً ممكن يدخلنا في أعفان جزور وعندك الجزور في أعفان سواء كانت أشجار أو نباتات طبيعة وعطرية أي نوع من أنواع النباتات هنا هيبقى حصل عندك مشكلة كبيرة جداً ودخلك في أعفان جزور ودخلك في إصابات فطرية برضو هتمنع النبات أنه ياخد العناصر الغذائية الموجودة في الطربة أو اللي حضرتك بالضفاره وبالتالي هتفضل الأوراق اللي عندك صفرة طيب بالنسبة للسبب الأولاني أهم حاجة يا جماعة أنك تبقى عارف المصادر السمادية اللي حضرتك هتستخدمها يعني مثلاً لما بيكون عندنا نقص العنصر الحديد في قمة النبات أهم حاجة أنك أنت تستخدم الحديد في الصورة المزبوطة عشان يجيب معاك نتيجة جيدة يعني ناس كتير تلاقي عندها إصفرار في قمة النبات أو عندها نقص في عنصر الحديد وتقولك ده أنا رشيت حديد بكميات كبيرة ده أنا بسمي الحديد بكميات كبيرة ومش تلاقي عندي نتيجة حضرتك بتستخدم الحديد في صورة خاطئة ممكن حضرتك مثلاً بترش الحديد في صورة إيدها وده غلط ممكن حضرك بترش الحديد في صورة سلفات الحديد وده غلط او حضرك مثلا بتسمد الحديد في صورة سلفات الحديد وده برضو غلط مش هيديك نتيجة سريعة والحديد اللي انت بتضيفه بيترصب في التربة اللي موجودة عندك لو انت ضفته بطريقة خاطئة في التربة لو ضفته مثلا في صورة سلفات او في صورة إرتة في التربة هيترصب معاك كده كده هيترصب معاك والنبات مش هيقدر يستفيد منه بحاجة يبقى تستفيد من المصدر اللي حضرتك بتستخدمه ازاي لما تيجي ترشه هترشه في صورة إيرتا وهتخلطه مع الأحماض الأمانية أو السكريات الكحولية ولما تيجي تسمده في التربة هتسمده في صورة إيدها في التربة لو أنت هتسمد في صورة إيدها ولو أنت هترش هيبقى في صورة إيرتا ده بالنسبة للطريقة الصحيحة لاستخدام المصادر السمادية عشان تجيب معاك نتيجة سريعة للنبات اللي لونه أصفر عند حضرتك نيجي بعد كده يا جماعة بقى للأسباب المرضية ودي أسباب مهمة جدا الإصابة بالأمراض الفطرية وخاصة أعفان الجزور يا جماعة تؤدي إلى إصفرار لون النبات من تحت إلى فوق أو من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى أسفل إذا كان الموجود على حسب نوع الإصابة الفطرية الموجودة عندك إذا كان في يوزريام إذا كان في ارتسيليام إذا كان ريزوكتونيا إذا كان أي نوع من أنواع الفطريات المسببة لأعفان الجزور يبقى هنا يا جماعة أعفان الجزور تؤدي إلى إصفرار أوراق النبات السبب اللي بعد كده المرضي اللي بعد كده يا جماعة الإصابة بالآفات الحشرية الصاقبة المصة زي عندك الريد سبيدر مايتس ده يؤدي إلى إصفرار الأوراق اللي موجودة عندك يعني ممكن حضرتك تلاقي الأوراق اللي موجودة والعرض ده يا جماعة بقى ظاهر أو في الفصولية وظاهر أو في فولصوية بتلاقي الأوراق تبدأ عندك تصفر بشكل كبير جدا وحضرك تقول ده النبات اللي عندي ده بدأ يستوى وبدأ خلاص المحصول بدأ يندق فأنا أبدأ إن أنا أحصل المحصول بتاعه ودي بتبقى غالبة يا جماعة بتكون إصابة من العنكبوت الأحمر أو الأقاروس ودي يا جماعة لو ألبت ظهر ورقة بتلاقي العنكبوت الأحمر موجود على ظهر أوراق فولصوية وظهر أوراق الفصولية العرض ده ببقى ظاهر جدا يا جماعة على النوعين دول من النباتات فتركز أو يا جماعة في الموضوع ده تشوف الإصابة اللي عندك أو إصفرار الأوراق اللي عندك ده ناتج عن إيه ناتج عن نقص مغانيسيوم ناتج عن نقص حديد ناتج عن نقص نيتروجين ناتج عن نقص كابريت وتبدأ تعالج الإصابة اللي موجودة عندك بإضافة هذه الأنواع من المغزيات أو تدي للنبات احتياجاته من العناصر الغذائية دي اللي فيها نقص منها بعد كده لو ما فيش الكلام ده وعندك إصابة أكروسية تبدأ حضرت تكافح الأكروسات أو تكافح الآفات الصاقبة المصة زي الأكروس يا جماعة اللي هو ريتز بايدر ميتز زي الزبابة البيضة دول يا جماعة الآفات دي بتبدأ تشد العصارة اللي موجودة في الورقة اللي موجودة عندك وبتحولها إلى اللون الأصفر الباهي تماما ودي عرض من أعراض الإصابة بالأكروسات أو الزبابة البيضة إضافة لأنها ممكن تدخلنا في مشاكل تانية كتير يا جماعة زي ندوة عسلية عندك برضو الإصابة بالتربس يا جماعة والمن برضو من الآفات اللي ممكن تدمرنا النبات وتخلي النبات اللي موجودة عندك الأوراق اللون هي أصفر لأنه بيشد كل العصارة الغذائية اللي موجودة في الورقة اللي موجودة عند حضرتك دي كانت الأسباب الفيسيولوجية والأسباب المرضية اللي بتؤدي إلى إصفرار النبات مهم أو يا جماعة إن حضرتك تهتم برقم واحد من الأسباب الفيسيولوجية اللي هو إيه نقص التغذية تسمت النبات اللي موجودة عندك يا جماعة بالستاشر عنصر غذائي وأهمهم يا جماعة الـ NBK اللي هو النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والأهم يا جماعة اللي بيخلي عندك الورقة اللونها أصفر نقص النيتروجين نقص الحديد نقص الماغنيسيوم ونقص عنصر الكابريت دول يا جماعة الأربع عناصر مهمين اللي بيأدوا إلى إصفرار على أوراق النبات ولكن بتختلف العرض يا جماعة على حسب نقص العنصر يعني مثلا عنصر النيتروجين بيبقى في المنطقة السفلية نقص عنصر الحديد بيبقى أكثر فيه كمة النبات أو في الجزء العلوي من النبات لو مسكت أي نوع من الأنواع اللي بتاع جماعة وقسمته لثلاث أتلات وتحدد الإصابة اللي الموجودة عند الحديد زي ما شرحنا قبل كده أعراض نقص النيتروجين وأعراض نقص الحديد وأعراض نقص الكابريت وأعراض نقص الكالسم أعراض نقص جميع عناصر على جميع أنواع النباتات بكده يا جماعة نكون وصلنا نهاية حالتنا النهاردة أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة وأتمنى أنكم تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس شكرا لحضراتكم تحياتي